خلافات تطفو على السطح داخل حلف شمال الأطلسي بسبب مسألة انضمام فنلندا والسويد فالرئيس التركي أبدى تحافظا بشأن انضمام الدولتين مؤكدا عدم رغبة بلاده في تكرار ما وصفه بالخطأ حينما وافقت على عضوية اليونان في الحلف تركيا أخطأت في الماضي حينما وافقت على قبول عضوية اليونان التي تقف ضدنا الآن مدعومة من حلف شمال الأطلسي لا نريد ارتكاب خطأ ثان فضلا عن ذلك فإن الدول الإسكندنافية تستضيف على أراضيها عناصر من حزب العمال الكردستاني الإرهابي تصريحات أردغان لم تلقى قبولا من الولايات المتحدة التي طلبت استضاح موقف الرئيس التركي تركيا حليف مهم في ناتو وهذا لم يتغير لقد شاركوا وساعدوا في محاولة بدء الحوار بين روسيا وأوكرانيا وقد قدموا المساعدة لأوكرانيا لذلك لم يتغير شيء بالنسبة لوضعهم في حلف شمال الأطلسي نعمل من أجل استضاح موقفهم وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رفض الإدلاء بتفاصيل بشأن محادثاته الهاتفية مع رئيسي فنلندا والسويد مكتفيا بوصفها بالجيدة ومشيرا إلى اهتمام البلدين بالانضمام إلى حلف الأطلسي وعلى واقع المعارضة التركية حثت فنلندا على التحلي بالصبر خاصة أن مسألة الانضمام إلى حلف الأطلسي تتطلب موافقة أعضاء الحلف بالإجماع ترجمة نانسي قنقر